السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا طلابنا طلاب الصباح الثاني متوسط اليوم وجيناكم في المحاضرة ان شاء الله اليوم راح ناخد موضوع كلش مهم. موضوع دام نجيبو لك يا بالامتحان هو موضوع الاختراح. ما داما نيقلك الاستاذ سوي الاقتراح. هذا الموضوع كل سهل. حاول شوية تركز وياي بي. منيقلك الاستاذ سوي الاقتراح. عدك قاعدتين بالاختراح. انت ما خير باي وحدة تستخدمها عادي. بس اذا الاستاذ تحددك باداة تقال لك مثلا استخدم لست. مثلا قاعدة الاست. زائد فعل مجرد زائد تكملة. هاي القاعدة الاولى. قاعدة الثانية شنو? عندك واي دونت. وعندك شو. لن الثاني زائد وي ياخذن الوي. زائد فعل مجرد. زائد تكملة زائد علامة الاستفاهم. هاي القاعدة الثانية. لن عندك قاعدتين. اما القاعدة الاولى يقل لك. زائد فعل مجرد. زائد تكملة. او واي دونت. لو شو زائد وي زائد فعل مجرد. من يقلك فعل مجرد. شنو يخصد بالفعل المجرد. دائما من الطلاب من يقل لفعل مجرد. يقل لشتاه شنو فعل مجرد. الفعل المجرد يخصد بي. يعني ذلك يتفعل ما بي اي ان جي احذف الان جي. ذالي قيت نهايته مثلا. نكتب لك هنا. مثلا ما طيني بلينج بي اي ان جي. دائما من اريد اسوي فعل مجرد. احذف الان جي بالاخير الموجودة. او مثلا احذف ال اي دي. او بي اس. احذف الاس. تمام? هاي الاضافات نقصد بها من يقل لفعل مجرد. يعني ذالي قيت بي اضافة واحدة من العدفل احذفها. تمام طلاب? هسا نرجع للموبوعنا. عندك قاعدتين. الاستاذ اذا اقل لك سوي الاختراح. شو راح يسوي اختراح? عندك قاعدة. القاعدة الاولى زاد فعل مجرد زاد تكمله زاد نقطة. تمام? القاعدة الثانية واي دونت لو شو. زاد وي زاد فعل مجرد زاد علامة الاستفام. الاستاذ مثلا يطيني جملة قال لي مثلا ايتينج فيش. قال لي سوي الاقتراح. سوي الاقتراح. اجل. ما دام قال لي سوي الاقتراح. انا ما خير باي قاعدة استخدمها من دني. راح اقول مثلا. ايت. هاي الاين جي حذفتها. ليش? يعني الايت فعل مجرد خطة. والفش نزلتها. حلت نقطة. اين حلت? زيان. مثلا يطيني مثال ثاني. مثلا يقل لي. تو. زو. قل لي سوي لي سوي لي اقتراح. بس قل لي قل لي استخدم. ليست. قل لي استاد ما دام قل لي يوز ليست. استخدم الليست. انطر استخدم هاي اللي طاني هاي الاستاد. مو رح احلب هاي القاعدة ثانية. راح استخدم القاعدة الاولى. ليش ينهو الاستاد قل لي استخدم القاعدة الاولى. راح اقول. let's go. وكمل التكملة. to the zoo. وخلينه اضطها. تمام طلاب? هاي الان جي حذفتها لي اشيان بعد الاستفاع المجرد. وكملت التكملة مالتي. مرات لا الاستاد يطيك مثال هيج. يقل لك. the weather is raining. قل لي سوي الاقتراح. suggestion. زいايات لاحظة هاي الجكملة. ما بيها فعل. انا نجدت جمله للتكملة ما بها فعل. مثلاً هاي الجملة الاولى بها eating. الجملة اثانية بها going. اما هاي الجملة ما بها فعل. قل لي سوي الاقتراح بها. زين. اذا واثا الطقص. الاني؟ ممطر. مساء لين الفعل ما هو. هاي الجملة معناتها يقلل التقص ممطر. سوي الاقتراح حتى من عندك. يعني جملة الاقتراح انا راح اسويها من عندي. تمام اذا ش راح اقل لي. اسوي اقتراح على حسب الجملة. مثلا انا قل له دعنا نذهب الى المدرسة. الجو منطر. سوي الاختراح. قال لي الاستاد. مثلا انا قل له دعنا نذهب الى المدرسة بواسطة الباص. قطيت اختراح على حسب الجملة المطينيان. يعني قليلة من الاسات اذا يجيبون هيتش جملة. يطيك جملة ويقلك سوي اختراح من عندك. اغلب الجملة يجيبوا لكيها بهذه الطريقة. يجي لك مثلا اخترح للذهاب الى المكتبة. قال لي لسا اختراح. مثلا نقل له. سوجستن. يوز. يوز استهدم مثلا. واي. مرات الاستاد من تلقي كلمة سوجست. واحد هذا الفعل واحد ادل على موضوع الاختراح. مرات الاستاد ما يطيك برقوسي. سوجستن. يقل لك سوجست. تقوينج تو. دي. لابري. وقال لي يوز واي. استقدم الاي. يعني يدل على موضوع الاختراح. هذا الفعل سوجست معناتها اقترح. زيان. مادام قال لي الاستاد استقدم الاي. يعني استقدم القاعدة الثاني. اقل له. واي. دونت وي. على حسب القاعدة. واي دونت وي. والفعل الوين. هذا القون. مو هذا الفعل اول واحد. هذا اخترح معناته. اختار الفعل الموجود. اجرده. وكمل التكملة. وخلي علامة استفهام. تمام طلب? طلبنا الاعزاء. هذا كل ما متعلق بموضوع الاختراح. موضوع كل السهل. داما ليستاد يطيك جملة. نقل لك سوي لي اختراح حتى بخير باي ادات تستخدمها من داني. وقاعدة الاولى الوثاني. قاعدة الاولى نهاية الجملة تخلي نفتي. ركز وياي. والقاعدة ثاني نهاية الجملة تخلي علامة استفهام. ذا النقاعتين بضرورة تحفظين. طريقة الامتحان دائما للاستاذ هيتشي جي بليك. طلابنا العزاء. بعد ما خلصنا موضوع الاختراح. راح انتقلوا إياكم للمحاضرات القادمة. سيمان لله.